في أول إرادة فعل عقب تصريحات رئيس شبيبة الصورة محمد زرواطي قررت لجنة الأخلاقيات على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم توجيه استدعاء لزرواطي للمثول أمامها قبل إحالة الملف على العدالة كما سيمتل زرواطي أمام لجنة الانضباط تابعا للرابط المحترف لكرة القدم في جلستها القادمة يوم الفتح أكتوبر من جهة أخرى قررت شركة سيراميكا الجزائر المملكة لعائلة زدشي متابعة زرواطي قضائيا على خلفية تأهمتها بالنهب في حين سيهدع رئيس النادي باردو حسن زدشي شكوى ضد رئيس شبيبة الصورة على مستوى مصالح أمن ولاية العاصمة